و هلو مرحبا شلونكم ان شاء الله تكونون بخير انا مرودة له من تيم دانتتي راح اكونوا اياكم بسلسلة محاضرات تخص الجنرال اناتومي بلا خص الهدانيك اناتومي والمواضيع المهمة اللي احنا كاطباء اسنان لازم نعرفها فيلا بدون مقدمات خلينا نبدي الاكل او المضغ شين سوي كل يوم بدون اي تعب وتقريبا كلما اتفقين على حب الاكل واحد القدماء اجا وقال اوفوا حب لدى البشر هو حب الاكل وهو ما يحتاج اي مجهود والعملية تصير بكل سهولة صح مو بكل سهولة لا العملية مو بالسهولة اللي احنا متخيلها لان راح نحتاج حركة عضلات حركات اعصاب ادنا blood supply فاحنا راح نجي ونعرف ليش الامور ما تمشي بهاي السهولة ونتعرف على العضلات اللي راح تسوينا مستيكيشن واللي راح تساعدنا بالاكل ونجي نسأل السؤال واللي هو what we mean by mastication first process by which food is grain and crushed by teeth هي عملية صحق وطحن الطعام بوسطة الاسنان هو يعتبر اول خطوة من خطوات الهضم so it's first step of digestion وشي سوينا بعد increase the surface area of the food to allow more efficient breakdown by enzymes راح يزيد لنا المساحة السطحية مال الطعام واذا المساحة السطحية مال الطعام ازدادت هذا الشي راح يسوينا راح يزيد لنا كفاءة الامتصاص للاناصر الغذائية هذا الشي راح يساعد الانزيمات انه تحلل الاكل بطريقة اسهل وننتقل حتى نعرف المسلس of mastication كتعريف as a definition the muscle of mastication are muscles that attach to the mandible and thereby produce the movement of the lower jaw المسلس of mastication هي العضلات اللي تكون مرتبطة بالmandible عضمة الماندبل يعني الفك السفلي وراح تساعدنا بحركة lower jaw يعني الماندبل راح ننتقل للسلايد اللي بعدها حتى نعرف اهم الخصاص والصفات اللي تجمع هاي المسلس of mastication ونبدي اول صفة واللي هي all are inserted to the mandible كلها راح تكون مرتبطة بالفك السفلي صفة اللي بعدها انو all are innervated by mandibular division of trigeminal nerve كل هاي العضلات راح يتحكم بيها التراجمinal nerve بالاخص الماندبلar division of trigeminal nerve والتراجمinal nerve متكون من ثلاث أجزاء three divisions ادنا orthالمic الماكزلري والماندبل all are concerned and biting and chewing كلها راح تكون معنية بالعضل والمضغ development from first pharyngeal arch والpharyngeal arch عبارة عن شريط من الانسجة راح يمتد من الجزء الاسفل الخلفي من الجنين اثناء عملية التكوين الجنيني و راح يؤدي الى ضغور عدد كبير من الاعضاء المختلفة والفaryngeal arch راح تكون عندنا انواع عندنا first, second, third, fourth الى اخره فالمسلز of mastication كلها راح تنشألنا من الفيرست pharyngeal arch الارتري supply is derived from branch of maxillary artery احنا نعرف انه كل جزء بالجسم هو راح يحتاج الى دم واكو شريان معين راح يغذي كل جزء معين من جسمنا فالمسلز of mastication راح يجيهم الدم من الماكزلاري artery branch والماكزلاري artery عنده برانشاته هواية مثلا اكو ماسي تريك ارتري برانش تريغويد برانش ديب تيمبرال انفيرير الفيولر الى اخره وبيجي نكون عرفنا اهم الصفات المشتركة عن المسلز of mastication فرح ننتقل حتى نعرف وظيفة هاي العضلات شنو اول وظيفة هي البروتروجن البروتروجن هو يعني التمديد يعني هاي الحركة راح تمددنا الماندبل الى الامام ثاني وظيفة هي الريتراجشن رتراجشن which pulls the mandible backward الريتراجشن يعني سحب وهو اكثر بروتروجن يعني بروتروجن راح يمددنا الماندبل الى الامام الريتراجشن راح يسحبه الى الوراء ادنى إليفايشن which elevate the mandible and close the mouth إليفايشن يعني رفع إليفايشن راح يرفعلنا الماندبل الى الاعلى وان يرتفع الماندبل الى الاعلى هذا الشيء يعني راح ينقفل الفم أو ينسد depression which depress the mandible and open the mouth with depression عكس الاليفيشن راح يفتح لنا الفم عدنا rotation which produce side to side movement of the mandible يعني راح تكون حركة الروتايشن بعدة اتجاهات خاصة راح نلاحظ الروتايشن من احنا ودناكم راح ننتقل للسلايد اللي بعده حتى نتعرف على هاي العضلات وشنو هي اسمها ورح نبدي بأول عضلة واللي هي اسمها temporalis ثانية عضلة اسمها masseter ثالث عضلة اسمها middle trigoid and last one lateral trigoid muscle ورح نجي نتعرف على كل هاي العضلات واحدة واحدة ورح نتعرف على origin والinsertion والannervation نحن بلد سبلاي نعرف وظيفة كل واحدة بهم ورح نبني بالtemporalist muscle temporalis نجي نعرف شنو هي large font shape muscle at the side of the head temporalis هي عبارة ان اضلة جبيرة موجودة على اطراف الراس وهي تكون على شكل مروحة يعني احنا منو نشوف اضلة على شكل مروحة نعرف انو هاي temporalis نجي نشوف المنشأ مالدها من وين من وين رح تطلع لنا origin from temporal fossa temporal fossa رح يكون على اطراف الراس it's a depression at the side of the skull عبارة مثل الحفرة موجودة على طرف الراس والفيشية covering all temporalis muscles الفيشية شنو هي عبارة عن connective tissue هاي الconnective tissue رح تربط لنا اعضاء الجسم المختلفة مع بعضها وهس بما انو عرفنا الوريجين رح ننتقل حتى نعرف insertion مالتها من وين insertion شنو نقصد به هو عبارة عن مكان اللي تتصل به نهاية العضلة وممكن هذا المكان يكون عظم أو وتر أو نسيج وعادة ما يكون الinsertion هو منطقة اتصال العضلات بالعظم عن طريق الوتر فهسا نجي نعرف insertion مالتيمبورالس يعني من وين رح تنمسك insertion margin and deep surface of coronoid process coronoid process مثل ما موضح بهاي الصورة بالأخضر هذا هو الcoronoid process and anterior border of ramus of the mandible الجزء الأمامي من أضمن mandible وننتقل للسلايد اللي بعده حتى نعرف الheads of temporalis temporalis متكون من two head أدنى deep head and superficial head الdeep head أيضا رح يكون متكون من anterior, middle and posterior fiber والفرق بين الdeep head والsuperficial head أنه السuperficial head رح يكون أصغر عرفنا الinsertion والorigin والheads of temporalis رح نجي نعرف شنو هو الأصب اللي رح يتحكم بهاي العضلة temporalis innervation the muscle is innervated by the deep temporal branch of the mandibular nerve احنا اتكلمنا وقلنا المانديبيولر نيرو هو جزء من التراجمينال نيرو وأجزاء المانديبيولر نيرو هو اللي رح يتحكم لنا كل المسل of mustication فعدنا هنا deep temporal branch هو رح يتحكم لنا بهاي العضلة وحتى من خربط اسم العصب رح يكون على اسم العضلة ننتقل حتى نعرف الدم منين رح يجي لهاي العضلة temporalis blood supply vascularized by the deep temporal branch of the maxillary artery وأيضا ذكرنا الأجزاء من المaxillary artery فالdeep temporal branch هو اللي رح يجي بلنا الدم لهاي العضلة وعدنا middle temporal branch of superficial temporal artery فعادة الblood supply نفس الشي نفس النيرف رح يكون اسمه على اسم العضلة حتى ما نخربط عرفنا الانيرويشن والblood supply رح ننتقل حتى نعرف شنو وظيفة هاي العضلة temporalis function نعرف عضلة أخرى واللي هي أختة temporalis واسمها ماسيتر رح ننتقل حتى نعرف شنو صفاتها الماسيتر هي عبارة عن أضلة قوية قوية ورح تكون ربعية الشكل يعني احنا نقدر نقول انه هي مستطيلة تقريبا رح تكون موجودة على الأطراف مع الريموس أو the mandible معلومة أخرى عن الماسيتر composed of two layers that slightly differ in their attachment وتكون من طبقتين طبقة الأولى هي superficial layer طبقة ثانية deep layer رح ننتقل حتى نعرف الorigin مع السuperficial layer والdeep layer ورح نبدي بالسuperficial layer ونعرف الorigin معلتها من وين Arise from the maxillary process of the zygomatic bone ورح ننتقل نعرف شنه هو الزيغوماتيك bone هي عظمة رح تكون أسفل العين وإذا طلعناها وشفنا شكلها رح تكون على شكل المازة وأيضا نقدر نقول عليها cheekbone يعني عظم الخد فالمنشة من السuperficial layer of maiceter رح يكون من هذه العظمة بالأخص المaxillary process معنتها والmaxillary process هو عبارة عن جزء الأمامي العلوي من عظمة الزيغوماتيك وأيضا the anterior tooth or the zygomatic arch بالنسبة للبنات شباب نتذر شوية على صفحة هناك طريقة سهلة حتى نعرف من الزيغوماتيك منتنا ما سنفعله نحن نضع مكيات وخاصة من نضع contour وخدود العظم الذي نضع عليه contour بالذات أو الخدود هو عظم الزيغوماتيك بكل سهولة وفي H&2 ما رح تنسوها نأتي للإنسرشن إنسرشن منتها رح يكون من الماسي تريك tuberosity وهذا الجزء المؤشر هنا هاي المنطقة احنا رح نسميها الماسي تريك tuberosity هو المنطقة اللي رح تمسك بيها هاي العظلة ننتقل للديب لاير ونعرف المنشأ مالتها arise from the middle surface and inferior margin of the zygomatic arch وبهيج نقدر نقول أن البوث السوبرفيشيال والديب لاير اثنين اتهم المنشأ مالتهم رح يكون من الزيجomatic arch الإنسرشن الإنسرشن من وين رح تمسك الديب part central and upper part of the ramus أزهاي the coronoid الإنسرشن مالتها رح تمسك العظلة من السنتر والجزء العلوي من أظمر ramus على مستوى الكورonoid process عرفنا الإنسرشن وين origin من الديب لاير والسوبرفيشيال لاير حسا لازم نجي ونعرف أنه هاي العضلة أي عصب رح يتحكم بي massytric innovation massytric muscle stems from the massytric nerve anterior division of the mandibular nerve العصب اللي يتحكم بي هو massytric nerve ماذا لما قلنا أنه كل العصب اللي رح تتحكم بال muscles of mastication رح تكون جزء من شنو من mandibular nerve كالعادة اسم العضلة رح يكون نفس اسم العصب حتى ما نخربط blood supply الدم من رح يجينا رح نجي نعرف massytric blood supply blood supply is derived from massytric artery which emerge from the maxillary artery نفس الشي الارتري رح يكون على اسم العضلة massytric artery وعرك من eye nervation والblood supply رح نجي نتعرف على وظيفة massytric الaction first elevation رح يرفعل mandibular يعني رح يساهم بانه نصد الفم ثاني شي عدنا protraction يعني التمديد الى الامام رح يقدم لنا عظمة mandibular الى الامام والelevation الحركة مع elevation رح يكون المسؤول عنها هو deep fiber والprotraction المسؤول عنها هو superficial fiber تقرفنا على massytric وال temporalis عدنا أخط أخرى اسمها middle tricoid رح نجي نتعرف عليها على صفاتها is a thick quadrilateral muscle هي عضلة سميكة ورح تكون شكلها ربعية أيضا نقدر نقول أنه هي مستطيلة الشكل وش رح تسوينا connect the mandible with maxilla sphenoid and palatine point نعرف أنه بالوجه أدنى مجموعة عظام مختلفة كما من العظام فمنهم هو sphenoid palatine والمجموعة فهذا middle tricoid رح يسوينا يربط لنا هذه الثلاث عظام مع عظم mandible نجي نتعرف على origin المنشأ ما لاتها منين رح يكون من tricoid fossa and tricoid process of sphenoid tricoid fossa نجي نعرف إنه شنو هو عبارة عن مسافة مع cadety prision رح يكون موقعها من anterior maxillary bone و posterior رح يكون مرتبط بال tricoid process وال origin ما لاتها قلنا من tricoid رح يكون من tricoid fossa and tricoid process of the sphenoid رح يكون جزء تسمى tricoid process في origin رح يكون tricoid fossa and tricoid tuberosity رح تكون على اسم العضلة حتى من خربط الانسرج المرتها رح يكون tricoid tuberosity ننتقل حتى نعرف الميدل tricoid هل أيضا متكون من heads أو layers يلا نعرف middle tricoid muscle consists of two heads we have superficial and deep both head insert to the inner surface of the mandible creating an axis of a strong pull of this bone tricoid 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 رح يكون متكون من الطبقتين وهي superficial and deep و هذه الطبقتين سيكون ماسكين السطح الداخلي للماندبل ورح يكونوننا محور وهذا المحور رح يساعدنا بسحب قوي لهذا العظم ورح ننتقل للدي بلاير ونعرف الأوليجين مالتمنوي نحن قلنا قدنا عظمة السفينويد ومتكون من أجزاء ووحدة من هذه الأجزاء هو Lateral Trigoid Plate وال Lateral Trigoid Plate رح يكون Thin يعني خفيفة وتكون على شكل حدوة الحصان ورح تمتد إلى الجزء السفلي من أظمة السفينويد حتى نتعرف عليها من نشوف أظمة على شكل حدوة الحصان هذا نعرف إنه هو Lateral Trigoid Plate of Sphenoid Bone ولي الorigin مال الدEEP part of the Middle Trigoid مصر رح يكون منها ننتقل للSuperficial Layer ونعرف الorigin مالتمنوي Superficial Part Arise from the Maxillary Tupors T المaxillary Tupors T هو The Most Distal Part of the Maxillary Arch هو أبعد أغمى بالمaxillary arch وبالعادة رح يكون مغطي لنا السيرد مولر فيعني المaxillary Tupors T بس كل سهولة نقدر نعرفه And the Groove Surface of the Pyramid Process of the Palatine Bone Pyramid Process جزء من ال Palatine Bone أيضاً هو رح يساهم بالorigin مع السuperفيشيال Layer عرفنا الorigin من Superficial and Deep Layer ننتقل للإنسرشل من وين رح تمسك هاي العضلة Middle Surface of the Remus and Angle of the Mandible مثل ما موضح بهاي الصورة الجزء الوسطي من الريمس من أغمة الريمس اللي بأغم الماندبل والAngle of Mandible هو اللي رح يمسك لنا المدل Trigoid Muscle عرفنا الانسرشل والorigin ننتقل للإنسرشل حتى نعرف شنو العصب اللي يتحكم لنا بهذا العضلة Middle Trigoid Muscle is innovated by the Middle Trigoid branch of the Mandibular Nerve One of the Three Division of the Trigeminal Nerve يعني الأصب اسم الأصب اللي رح يتحكم لنا بهاي العضلة اسم شنو? Middle Trigoid branch اسم على اسم العضلة حتى ما نخربط كل الأصب رح يكون على اسم الأضلة اللي رح يتحكم بها وكلهم رح يكونون جزء من الترجمinal Nerve ويا جزء بالضبط يا برانج بالضبط من الترجمinal Nerve Mandibular Division ننتقل للBlood Supply وحتى نعرف أنه الدم منين رح يجي الحال أضلة Middle Trigoid Muscle receives blood supply from Trigoid and Buccal branch of Maxillary Artery احنا عدنا الماكزليري ارتري عنده أجزاء عنده برانجات فالTrigoid والBuccal branch رح يغزولنا الشنو? Middle Trigoid Muscle عرفنا Blood Supply والInervation رح نجي نعرف شنو وضيفته وضيفته هو Elevation أو The Mandible رح يفعلنا الماندبل فش رح يسويه؟ قلناها قبل Elevation يعني Close the Mouth يسد الفن وحركة ثانية Protraction أو The Mandible تقديم الماندبل إلى الأمام عرفنا Middle Trigoid Muscle ورح نجي نشوف أختها شسمها وآخر Muscle of Mastication أدنى Lateral Trigoid Muscle Lateral Trigoid is a two-headed, phone-shaped muscle Lateral Trigoid رح يكون شوية شكله مختلف لأن متكون من جزئين أو راسين وهو أيضا رح يكون على شكل مروحة بس فرقة الأن التمبراليس التمبراليس جانب قطعة واحدة أما Lateral Trigoid رح يكون قطعتين Located Laterally in the Infra-Temporal Fossa of the Skull بالSkull أدنى Infra-Temporal Fossa Lateral Trigoid رح يكون موقعة بجانب Infra-Temporal Fossa ننتقل حتى نعرف المنشأ من وين Superior Head Infra-Temporal Crest of the Greater Wing of Sphenoid Bone والInfra-Temporal Crest هو عبارة عن الجزء الجانبي من Sphenoid Bone وبالأخص الGreater Wing لأننا لدينا two wings السفينويد رح يكون مثل الفراشة رح يكون لدينا مثل مثلا جناح جبير و جناحها صغيرة فالLateral Surface من الجناح الأكبر هو عبارة عن Infra-Temporal Crest واللي رح يكون لنا Superior Head Origin of Lateral Trigoid Muscle ال-Inferior Head رح يكون Lateral Surface of Lateral Trigoid Plate of Sphenoid Bone ال-Trigoid Plate هو جزء من ال-Sphenoid Bone هو رح يكون مننا المنشأ مع ال-Inferior Head ننتقل لل-Insertion ال-Insertion مع ال-Superior Head رح يكون Joint Capsule of Temporomandibular Joint وال-Joint Capsule هو عبارة عن غشاء لي فيه رح يحيط بالمفصل و يلتصق بال-Temporomandibular Joint و ال-Inferior Head رح يكون المكان اللي يمسك ب-Insertion Malta Trigoid Phuvia Trigoid Phuvia Trigoid Phuvia Trigoid Phuvia نقدر نعرفها على انه هي عبارة عن سطح مقار رح يكون موقعة بالوسط من من ال-Condyle Process و ال-Condyle Process هو الجزء من عظم الماندبل و هزا عرفنا ال-Insertion و ال-Origin رح ننتقل للوظيفة الوظيفة رح تكون Bilateral Contraction Produce and Depress the Mandible رح يسوي لنا انقباض بالاترالي يعني انقباض ثنائي وهذا الانقباض رح يسوي لنا رح يمددلنا الماندبل الى الامام وبنفس الوقت ينزل الجوة تمديد الى الامام وتنزيل الى الاسفل و ادنى Unilateral يعني جزء واحد يتقلص و من جزء واحد يتقلص رح يكون ادنى Middle Movement يعني Rotation of the Mandible احنا قلنا ال-Rotation من نسوي side to side movement اكثر من حركة بنفس الوقت نسميها Rotation ننتقل ال-Eye Nervation و شنو هو العصب اللي رح يتحكم لنا بال-Lateral Trigoid Lateral Trigoid Nerve of Mandibular Nerve يعني فالعادة وبكل سهولة اسم العصب على اسم العضلة وال-Blood Supply رح يكون Trigoid Branch of Maxillary Artery نفس الشي ال-R3 رح يكون على اسم العضلة حتى من خربط و بهتش تكون خلصة محاضرتي لليوم اودعكم و اقول لكم باي باي و Thank you لوجودكم Thank you الحسن استماعكم شكرا شكرا شكرا